السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية ويرضى عنكم ويرضيكم اليوم إن شاء الله تعالى بدنا نتابع في التأسيس من الصفر إن شاء الله تعالى توقفنا في الحصة السابقة عند الكميات الأساسية في الكيمياء وتكلمنا عن الكتلة وتكلمنا عن الحجم وتوقفنا عند المول يا أستاذي ماذا يعني المول وما هو المول المول هو الوحدة الدولية التي تستخدم في قياس كميات المواد في التفاعلات الكيميائية وهو عدد أفوغادرو من الذرات أو الجزيئات أو الآيونات إذن إيش هو المول هو عدد أفوغادرو من الذرات أو الجزيئات أو الآيونات كل واحد مول كل واحد مول من أي مادة يحتوي على عدد من الذرات أو الجزيئات أو الآيونات تمام بساوي لي عدد أفوغادرو اللي هو ستة فاصل صفر اثنين في عشرة قوة ثلاثة وعشرين تعالوا نشوف مع بعض معنا هذا الكلام أستاذي المول الواحد من أي مادة أي مادة لما أجي أحكي لك مول واحد من الماء فهو بيحتوي على عدد من الجزيئات بساوي لي ستة فاصل صفر اثنين في عشرة قوة ثلاثة وعشرين جزيئ فعلى سبيل المثال لما أجي أحيلك واحد مول من الصوديوم فهو بيحتوي على عدد من الذرات بتساوي لي عدد أفوغادرو اللي هو ستة فاصل صفر اثنين في عشرة قوة ثلاثة وعشرين ذرة واحد مول من الكاربون فهو بيحتوي على ستة فاصل صفر اثنين في عشرة قوة ثلاثة وعشرين طيب لما أجي أقول لك ثنين مول من الصوديوم على قديش بيحتووا على عدد من الذرات بتقول لي المول الواحد بيحتوي على هذا العدد طب لاثنين مول إذن نضرب باثنين هذا الرقم فبيطلع 12.014 قوة 23 هذا الكلام إن شاء الله تعالى رح نتكلم عنه بالتفصيل إذن المول الوحدة الدولية ماشي التي تستخدم في قياس كميات المواد في التفاعلات الكيميائية وهو عدد أفوغادرو وعدد أفوغادرو 6.02 في عشرة قوة 23 من الذرات أو الجزيئات أو الآيونات كل واحد مول من أي مادة بيحتوي على عدد أفوغادرو 6.02 في عشرة قوة 23 طيب حلو كثير الآن تعالوا نشوف مع بعض بدنا نجي نتكلم الآن عن الكتلة المولية بدنا نجي نتكلم عن الكتلة المولية المولر ماس عليش نحكي عن المولر ماس ايش يعني مولر ماس المولر ماس كتلة المول الواحد من المادة وتقاس بوحدة إغرام لكل مول الآن أستاذي الصوديوم الصوديوم أستاذي تمام؟ العدد الكتلي العدد الكتلي لإله 23 تمام؟ طيب حلو كثير لو أنا وزنت أخذت 23 غرام 23 غرام من الصوديوم أنا بكون أخذت 1 مول حلو كثير لو أنا عندي يا أستاذي الكاربون العدد الكتلي تاعة 12 لو وزنت نفس العدد الكتلي بالغرامات 12 غرام أنا بكون أخذت 1 مول من الكاربون طيب الآن المية اللي هو الـ H2O الـ H2O أستاذي مش عنصر عبارة عن عنصرين H و O الآن أنا عشان أحسب قديش لازم أوز من المية اللي هي اللي نتكلم عنها بالكتلة المولية الكتلة المولية هي عدد ذرات العنصر الأول ضرب كتلته زائد عدد ذرات العنصر الثاني ضرب كتلته تعالوا نشوف مع بعض هذا الكلام تعالوا نشوف مع بعض الآن يا أستاذي عشان أحسب أنا الكتلة المولية لحساب الكتلة المولية من أي مادة عدد ذرات العنصر الأول ضرب كتلته زائد عدد ذرات الثاني ضرب كتلته زائد الثالث ضرب كتلته وهكذا طيب تعالوا نشوف مع بعض احسب الكتلة المولية لكل مما يلي علما بأن الكتل الذرية للـ O 16 هاي ماعطيني الأو 16 والسي 12 والأتش واحد والأن 14 بدي أحسب الكتلة المولية للأن أتش ثري بدي أحسب الكتلة المولية للأن أتش ثري تيجي هون الأن كم ذرة ذرة واحدة ضرب كتلته كتلة الأن ماعطيك إياها 14 واحد ضرب 14 زائد عدد ذرات الأتش الأتش كم حبة ثلاثة ضرب كتلة الأتش واحد وتساوي لي واحد ضرب 14 14 زائد ثلاثة ضرب 1 ثلاثة 14 زائد ثلاثة 17 لغرام لكل مول تمام حيلو كثير يعني يا أستاذي الكتلة المولية شو معناها معناها لو أنا وزنت 17 لغرام من الأن أتش ثري 17 لغرام من الأن أتش ثري من الأمونيا أنا بكون أخذت مول واحد من الأمونيا طب لو وزنت 34 اللي هي ضائف السبعتاش قديش بكون أخذت 2 مول وهكذا طيب بدي أحسب الآن الكتلة المولية للميثان للسي أتش فور عدد ذرات السي 1 ضرب كتلة السي معطيك إياها 12 زائد عدد ذرات الـ أربعة ضرب كتلة الـ 1 تساوي 1 في 12 12 زائد 4 في 1 4 وتساوي 16 لغرام لكل مول لو أنا وزنت 16 لغرام من الميثان أنا بكون أخذت مول واحد من الميثان طيب CH3 OH اللي هو الميثانول عدد ذرات السي كم حب بحبه ضرب الـ إتشات ثلاثة وواحد يعني كلياتهم في المركب هذا عبارة عن أربعة أربعة في تمام بس هنا 1 في 12 ما كتبنا 1 في 12 يلا تعال عدد ذرات السي واحد فيه كتلة السي 12 زائد عدد ذرات الـ ثلاثة وواحد أربعة أربعة في كتلة الـ اتش واحد زائد لسه في عندك عدد ذرات الـ كم حب حب في كتلة 16 هاي أنا معطيك إياها إلان يا أستاذ 1 في 12 1 ضرب 12 12 زائد أربعة في واحد هاي أحلى أربعة زائد واحد في 16 هاي 16 حلو كثير 16 و 24 و 12 32 32 غرام لكل مول 100 طيب حلو كثير الـ نحسب نحسب يا أستاذي اللي هو إيش الـ نتو تعالي نشوف مع بعض الـ صديقي العزيز عدد ذرات الـ 2 في كتلة الـ ما أعطيك إياها 14 22 24 28 غرام لكل مول هاي هي الكتلة المولية الكتلة المولية الكتلة المولية اللي زي ما احنا شايفين أستاذي نتكلم فيها عن أكثر من ذرة بالنسبة للكتلة المولية العدد الكتلي العدد الكتلي اللي هو للعنصر الواحد العدد الكتلي اللي هو للعنصر الواحد تمام أستاذي طيب حلو كثير تعالي نشوف الآن مع بعض كيف يمكن أني أنا أحسب عدد المولات كيف أنا يمكن أن أحسب عدد المولات عن طريقه هل سأحنا قلنا قبل شوية قلت لك أنا لو وزنت 32 غرام من الميثانول أنا بكون أخدت قديش؟ 1 مول طب لو أنا وزنت 64 كم مول بكون أخدت؟ 2 مول أها بالمنطقة حلوب حلو كثير يعني أنا شو بحكي قاعد عدد المولات قانونه اللي هو الكتلة على الكتلة المولية طيب واللي هو يا أستاذي العزيز تعال هون عدد المولات N number of mol بتساوي لي الكتلة اللي هي الماس على الكتلة المولية المولر ماس MR طبعا يا أستاذي عدد المولات يقاس بوحدة مول والكتلة بالإغرام والكتلة المولية إغرام لكل مول حلو كثير حبيت طيب تعالي نشوف كيف بدنا نحسب عدد المولات عينة من مركب ما؟ عينة من مركب ما؟ كتلتها أربعة غرام إذن هاي إيش صديقي؟ هاي ال-M حلو؟ والكتلة المولية للمركب معطيك ال-MR ما أعطيك إياها أربعين احسب عدد المولات طيب عدد المولات أخوي N تساوي M على MR الكتلة قديش أعطاك إياها؟ أعطاك إياها أربعة أربعة على الكتلة المولية قديش أعطاني إياها؟ أربعين أربعة على أربعين وبالتالي عدد المولات بساوي لك 0.1 مول 0.1 مول أستاذي العزيز بهذه الطريقة نحسب إحنا عدد المولات نحسب عدد المولات عن طريق الكتلة على الكتلة المولية طيب حلو 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 نحسب مثال ثاني احسب عدد المولات الموجودة في 72 غرام من عنصر المغنيسيوم هاي الماس علما بأن الـ MR للمغنيسيوم 24 طيب بكل بساطة بكل سهولة تعال هاي الـ N تساوي M على MR الـ M أعطيك إياها قديش؟ 72 72 على الـ MR قديش؟ 24 روح طالع إدعس 72 على 24 ثلاثة مول ثلاثة مول بهاي الطريقة يا صديقي العزيز طبعا الحل هاي وعندك كله موجود طيب الآن نشوف السؤال الذي يلي هاي إحنا هيك إن شاء الله تعالى تعرفنا على شو معنى المول تمام؟ وشو معنى الكتلة المولية وكيف أحسب أنا اللي هو الكتلة المولية وكيف أحسب عدد المولات يا غالين طيب احسب كتلة 0.1 مول هاي إيش بتمثل أستاذي؟ هاي بتمثلك الـ N عدد المولات كيف أعرفت يا أستاذي؟ من الوحدة من الوحدة قال لك مول قال لك شو؟ مول يعني هاي شو؟ عدد مولات من ذرات الألمنيوم M-R للـ A-L معطيك إياها 27 طيب حيلو كثير طالب منك تحسب إيش؟ احسب كتلة يعني طالب منك تحسب لي الماس الآن عشان احسب الكتلة هس أنا عندي الـ N بتساوي لك الـ M على الـ M-R صح؟ صح طيب الـ N أنا معطيك إياها والـ M-R معطيك إياها وطالب منك تحسب لمين؟ الكتلة فبتصير القانون يا أستاذي الفاضل الماس بتساوي لك الـ N ضرب الـ M-R N ضرب M-R حبيت وتساوي الـ N قديش معطيك إياها عدد المولات؟ 0.1 ضرب الـ M-R قديش معطيك إياها للألمنيوم؟ 27 يعني عليك 0.1 في 27 واللي هي 2.7 والكتلة شو وحدتها؟ وحدتها غرام اتفقنا أستاذي؟ إذن كمان مرة نرجع نعيد اللي تكلمنا عنه منذ البداية تعالوا نشوف مع بعض حكينا من البداية أستاذي تعرفنا على مفهوم المول وعرفنا أنه هو عدد أفوغادرو هو إيش؟ هو عدد أفوغادرو من الظرات أو الجزيئات أو الآيونات كل واحد مول كل واحد مول من أي مادة بيحتويلي على عدد من الظرات أو الجزيئات أو الآيونات بمثلي عدد أفوغادرو واحد مول تمام من الكاربون بيحتوي على 6.02 في 10 قوة 23 تمام واحد مول من الماء بيحتويلي على 6.02 في 10 قوة 23 طب كيف أحسب عدد المولات؟ عشان أحسب عدد المولات؟ بدي أحكي الكتلة على الكتلة المولية طب شو يعني كتلة مولية؟ الكتلة المولية كتلة المول الواحد من المادة وتقاس بوحدة غرام لكل مول الآن لو في عندي زي ما حكيت لك هنا عندي الصوديوم والصوديوم عدد الكتلة 23 لو جيبت 23 غرام أنا من الصوديوم وزنتم أنا بكون أخدت مول واحد طب لو أخدت 46 غرام وزنت فبكون أخدت 2 مول حلو عندك الكاربون العدد الكتلي 12 لو وزنت 12 غرام بكون أخذت مول 1 طب لو وزنت 24 بكون أخذت 2 مول حلو كثير حلو الآن بعدها تكلمنا أنه كيف أحسب أنا الكتلة المولية والكتلة المولية يتم حسابها عن طريق عدد ذرات العنصر الأول ضرب كتلته زاعد عدد ذرات العنصر الثاني ضرب كتلته يا أستاذي الفاضل طيب احسب الكتلة المولية اعرفنا كيف نحسبها واتعرفنا على طريقة حساب عدد المولات يا صديقي العزيز إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة رح نيجي ونتكلم عن موضوع جدا 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 مهم واللي هو المولارية أو التركيز المولاري بإذن الله تعالى دمتم بخير أحبتي محبكم بها حسن سلام ترجمة نانسي قنقر